ده من هذه الرحلة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بغداد ولقاءاته المتعددة في العاصمة العراقية بغداد وهذه الزيارة الثانية للرئيس إلى بغداد في ظرف شهور وهذا إن عكس شيء يعكس إصرار مصري على عودة العواصب العربية إلى ما كانت عليه فيما مضى الرئيس التقى في بغداد بكل المسؤولين والقادة وربما كان لقاءه مع تميم أمير قطر هو الأبرز جماهيريا لكن أيضا حديثه مع وزير الخارجية الإيراني كان أيضا له حديث وتحليل لدى المحللين ولدى المراقبين في كل أحوال جولة بغداد كانت لترتيب الأوضاع لترتيب الأوراق لعادة توزيع أيضا الأدوار في المنطقة تلاحظون أن مصر عادت وعودة مصر كانت بتوافق دولي أنه الدولة قوية دولة كبيرة دولة قادرة ومن ثم وجودنا في بغداد للانتهاء من ترتيبات إقليمية مهمة بتجعل من محور الشام الجديد أو مشروع الشام الجديد وجود مصر فيه هو العنصر الأساسي يبقى أول حاجة فاتتنا ربما خلال فترة التوقف كانت واقعة بغداد أو رحلة بغداد أو ما جرى في بغداد خلينا أقول يتم استكماله بقمة القاهرة اللي ضمت الرئيس الفلسطيني وضمت الملك الأردني أمس في القاهرة هذه القمة لاستكمال ترتيبات الأوضاع الإقليمية ما جرى في بغداد بيستكمل في القاهرة والقاسم المشترك هو وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي فاعلا في بغداد فاعلا ومضيفا في القاهرة النهاردة بيتكتامل الدائرة وبيلتق الرئيس مع الرئيس القبروسي أنستيسادس هذا الرجل الذي يصف دايما مصر بأنها دولة شقيقة وليست صديقة فقط وأصف رئيس مصر بأنه شقيق وليس صديق فقط ما يربطنا بقبرص علاقات جيرة وأيضا مبادئ مشتركة في أكثر من ملف من الملفات خلينا أقول لحضراتكم أنه التحركات المصرية الإقليمية خلال الفترة الماضية إن أكدت شيء تؤكد على عودة الدولة المصرية إلى وضعها في المعادلة الإقليمية اللي لا يمكن تنجح معادلة قوة دون وجود مصر كدولة مفصلية مش بقول كلام إن إحنا فخورين ببلدنا زي واحد بنحق يفخر ببلده لكن إحنا بننقل واقع وجود مصر في بغداد وتحركات مصر في بغداد بيتبع تحركات مصرية للقضية المركزية القضية الفلسطينية في القاهرة والنهاردة قضية المتواصل أترك التفاصيل وامسك في العنوين بغداد ومشروع الشام الجديد القاهرة وعودة الحياة للقضية الفلسطينية التي دخلت غرفة الإنعاش منذ سنوات النهاردة مصر وقبرص وإعادة التمحور والتموضع في شرق المتوسط تلات ملفات كل ملف منهم بيمثل مشروع مصري مشروع مصري في الشام العراق والأردن ومصر وإن شاء الله سوريا دخل في الخط ومشروع مصر لإعادة القضية الفلسطينية إلى وضعات طبيعي في ظل تعانون إسرائيلي واضح ومعلم والنهاردة مصر وقبرص لترتيب الأوضاع في إقليم المتوسط وأيضا للتجهيز والترتيب للقاء القمة اللي يعقد في أكتوبر في أثينا بين الدول المتحالفة الثلاث مصر وقبرص وليونت